اعلن رئيس اللجنة الامنية بالمجلس العسكرية الانتقالية الفريق والركن جمال عمر ابراهيم احباط الاجهزة الامنية لمحاولة انقلابية بواسطة مجموعة من الضباط وضباط صف بالخدمة والمعاشر بالقوات المسلحة والجهاز الامن وقال الفريق جمال ان المجموعة الانقلابية حاولت تنفيذ انقلاب عسكري لعرقلة الاتفاق الوشيك بين المجلس العسكري وقوى الحرية والتغير كاشفا عن القاء القبض على اثنى عشر من الضباط بينهم سبعة في الخدمة وخمسة بالمعاشر بجانب التحفظ على اربعة من ضباط الصف وقال رئيس اللجنة الامنية بالمجلس العسكري انه يجرى القبض على الاخرين بما فيهم قائد المحاولة الانقلابية الفاشلة مؤكدا ان الاجهزة المختصة باشرت التحقيق معهم تمهيدا لتقديمهم لمحاكمة عادلة منوها الى ان المحاولة خطط لها في توقيت دقيق لاستباق الاتفاق بين المجلس العسكري والحرية والتغير مؤكدا ان الاجهزة النظامية ستظل حريصة على امن واستقرار البلاد مكشرا الى ان الطريق للوصول الى السلطة يمر عبر صناديق الاقتراع